تعد سياسة البترو دولار من السياسات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق نوع من التوازن والانتعاش الاقتصادي خاصة لدى المحافظات المنتجة للنفط لتتصاعد الدعوات البرلمانية بتخصيص نسبة من الموازنة العامة المقبلة من صندوق يسمى البترو دولار الذي يحتاج إلى نزاهة ورقابة بإدارة أمواله فكرة صندوق البترو دولار ليست فكرة مستجدة وأنها أول ما استحدثت في الدولة العراقية في الخمسينات من القرن العشرين باسم صندوق الإعمار ومجلس الإعمار حيث تم توفير جزء بسيط من عادات النفط لغرض إقامة صندوق يمول كافة مشاريع من خارج الموازنة العامة الفكرة الآن مستجدة لكنها ستعاني بعض المشاكل لأن الموازنة أصلا بها عجز كبير يقارب الـ 50 مليار فمع وجود العجز من الصعوبة التفكير بإنشاء مثل هذا الصندوق فالعراق اليوم يبتلعه الفقر بأرقامه المخيفة ومشاريعه الخدمية المتوقفة وفساد يضرب أركانه ما يتطلب إعداد خطط وخارطة نفطية مدروسة للخروج من أزماته الاقتصادية المتتالية فتوزيع التخصيصات المالية من موازنة عام 2021 وبحسب النسب السكانية سيجعل محافظات البلاد تدير شؤونها بنفسها يفترض في ظل الظرف الحالي وشحة الموارد أن تكون حصص إعادة أعمار المحافظات محدودة جدا في هذا الظرف بالذات ولكن عندما تتغير الظرف يجب أن ترعى ذلك ولكن الموازنة بما أنها انفجارية في حجم نفقاتها فيجب أن يعاد النظر بشكل متوازن في حصص الموازنات المحافظات وإعادة الأعمار في كل منها صندوق البترو دولار سيختم بالدرجة الأساس المحافظات المنتجة للنفط ما يضوع إدارتها أمام تساؤلات مشروعة كيف ستصرف تخصيصاته المالية وهل سيرى أبناء تلك المحافظات إعمارا وخدمات أم ستذهب تلك الأموال إلى جيوب المنتفعين والفاسدين فيها من أربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة